إيه الأخبار قلت له الأخبار عندك فان بس فيه كذا 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 وبقت دي اللازمة اللي عندي إيه الأخبار وأنا أقول له الأخبار عندك فيه كذا وفعلا في أحيان كثيرة جدا بيعملها في كل اللي بيسأل في أحيان كثيرة جدا يقول لك إيه الأخبار فأنت تقول له فيكملها أنا بقول له حضرتك في أحيان كثيرة جدا أقول له الأخبار عندك كذا فأسمع منه الأخبار ده كان السؤال اللي سأله لك تقريبا قبل في آخر مكلم مش كده وسألك عن حاجة وانت قلتله فهو كمل كمل لي بالتفاصيل اه عن الموقف تاعة الغرب مع ايران مش كده بالزبط كده والحقيقة يعني الفترة من 25 يناير يعني يعني بعد صورة يناير من اول لقاء بالاستاذ هيكل لحد 30 يونيو 12 دي مرحلة 30 يونيو 12 اللي تولى فيها دكتور محمد مرسي ثم من 30 يونيو حتى 30 يونيو حتى 37 2013 دي مرحلة انا اعتقد في تأديري ان المرحلة دي تحديدا من 30 يونيو 2012 لتلاتة سبعة 2013 دي اخطر مرحلة في تاريخ الاساس هيكل من حيث دور اللي لعب اللعب طبعا اهم بكثير جدا 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 من دور فترة عبدالناصر ومش معلنة طب انا هاجل ده بس هقول لحضرتك على لان احنا مقسمين الحوار بشكل مختلف استجلاء شخصيته من خلال لفتو لانك انا هتلاقيني اه اه من خلال شخصيات بعينها بس انا عايز اشوف هيك الانسان بعينك مش الكاتب ومش السياسي لانه هو كان متحفز كثيرا في الكلام عن البين طلعوا الايه لا لا مسح انا بس انا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة